وينضم إلينا من القاهرة العميد خالد عكاشا مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية سيدة العميد أهلا بك معنا إذن رغم كل هذه الخلافات العميقة بين الأطراف المشاركة في المصاري الدستوري في القاهرة هل تعتقد حضرتك أنه حصل أي اختراق حتى الآن؟ يعني أتوقع أن يكون هناك بالفعل مجموعة من الاختراقات وليس اختراقا وحيدا رغم أن اللجنة التي عقدت لمناقشة الدستور ربما حتى هذه اللحظة لم تتوصل إلى بيان ختامي أو إلى بيان توفقي حول المزمع إجراءه داخل الحوار الشامل أو داخل جولات الحوار الشامل التي ستبدأ جولتها الأولى في تونس في بداية الشهر القادم إن شاء الله لكن في كل الأحوال الجلسات والمصارات التي جرت وكما جاء في بداية التقرير في كل من المغرب وجينيف والقاهرة بالغردقة ثم بالقاهرة مرة أخرى أعتقد ساهمت بشكل كبير في بناء حجم من الثقة أذابت كثير من الجلود الجليد ما بين الأطراف بعضها وبعض هناك مساحات معقولة ومقبولة للتوافق بدأت تصيغ نفسها هناك زخم دولي بدأ يتشكل بالفعل كما هو هناك زخم إقليمي حقيقي لدول الجوار بدأت تقدم حلول وبدأت تساعد وتدفع في اتجاه الوصول إلى المرحلة التأسيسية وهي مرحلة الثمانية عشر شهر التي ستشهد انتخابات الرئاسة ورئاسة الوزراء وبناء المؤسسات الموحدة للدولة الليبي حضرتك سيدة العميد تحدثت عن اختراقات متعددة وليس اختراق واحد ولكن هل كان متوقعا أن لا يحل هذا الملف الدستور الليبي في ثلاثة أيام وأن ربما الشيء الإيجابي هو اجتماع فقط هذه الأطراف لابد من لفت الانتباه صحيح أنا أتفق مع حضرتك في أن أهمية هذا الملف ودقته وتفاصيله القانونية العديدة والمتشعبة هي التي دفعت إلى أن تطول المدة وأن يكون مدة ثلاثة أيام ليست كافية لمنقشة مجمل تفاصيل مسألة الدستور لكن النقطة الإيجابية أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه الذي يجلس فيه الأطراف الليبية جنبا إلى جنب كي يناقشه موضوع الدستور وهو موضوع شائك بامتياز خاصة أن هناك مسودة قد جرى إنجازها في العام 2017 وهناك جانب يتمسك بهذه المسودة ويدعو إلى أن يجري عليها استفتاء شعبيا في المقابل الجانب الآخر يضع مجموعة من الهواجس والتخوفات من أن يكون الاحتكام إلى الشعب في استفتاء هو مقترح نظري لا يوجد ما يمكن تنفيذه على الأرض خاصة مع التحديات الأمنية واللوجستية العديدة وأن اللحظة غير موتية لطرح مثل هذا الأمر فضلا عن أن الثلاثة أعوام التي تفصلنا ما بين العام 2017 وقت انتهاء الدستور واللحظة الرهنة في نهاية العام 2020 جرى هناك مياه كثيرة في الأحداث الليبية وضعت العديد من المتغيرات يرى الطرف الآخر أنها من الضروري أن تتضمن مواد الدستور هذه المتغيرات وتتعامل وتتفاعل معها هذا التناقض ربما هو الذي جعل الأمر يحتاج إلى وقت إضافي إلى مزيد من النقاشات كلا وجهتين نظر مقبولتين إلى حد كبير لكن تحتاج إلى مساحة أكبر للتوافق أظن أنه إذا تقرر عقد جولة أخرى في القاهرة أو حتى إذا ذهبنا إلى تونس بهذا الملف على وجه التحديد فيكفي أنه قد تم طرحه وتم فتحه بالفعل واستمعت كل الأطراف لتحفظات الطرف الآخر وتشكلت بالفعل من ما يمكن أن يسمى لبن التوافق ما حول هذه النقاط سيدة العميد يعني الأمم المتحدة ترى أن الأزمة الليبية ستحل عبر عدة مصارات هذه المصار السياسي المصار الاقتصادي المصار الأمني والعسكري والآن المصار الدستوري أي هذه المصارات ربما تحتاج الآن إلى أولوية؟ يعني أنا أتوقع أن الحوار الشامل سيضم هذه المصارات بداية وسيضعها في حزمة واحدة لكن ستظل الأولوية إلى المصار الأمني والعسكري والمصار الدستوري كلاهما على درجة عالية جدا من الأهمية وهي بالفعل العنوين الرئيسية التي إذا توصل الأطراف الليبية إلى حلول حقيقية وعملية وخاصة مع التعزيز الحماية الدولية لوصول هذا الحل والدعم الإقليمي الذي ستتلقى ليبيا بعد إنجاز هذه الحلول أعتقد أن بالوصول إلى هذه المحطة من الممكن أن ننتقل إلى مستقبل أكثر استقرارا العامل الأمني والعسكري مهم للغاية هو يمهد الأرض بشكل جيد للبناء عليه على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي على أهمية هذين المحورين لنقلل منهم لكن يحتاجوا إلى أرضية ثابتة مستقرة يمكن البناء عليها المصارد الدستوري سيجري علي توافق إن كان في القاهرة أو في تونس لا فرق فيها لكنه سيضع المظلة الدستورية التي تحتضن كافة المصارات وتستطيع بالفعل أن تحدد مسؤوليات مؤسسات الدولة المختلفة شكرا جزيلا لك من القاهرة العميد خالد عكاشا مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شكرا لك